بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يعطيكم ألف عافية حبايبنا طلاب الثانوي العامة الرائعين المبدعين المصرين على تحقيق العلامة الكاملة الأستاذ أحمد الصالح حبيت أني أنا أطلع معاكم بهذا الفيديو لحتى نوضح آلية التعامل مع ورقة الماسح الضوئي اللي بتتوزع على طلاب الثانوي العامة مع كل امتحان وزاري مع التنويه إلى أنه في عنا ثلاث مواد حبايبنا الطلاب بدمجوا ما بين الأسئلة المقالية وأسئلة الاختيار من متعدد واللي هم عربي وإنجليزي ورياضيات إذن ورقة الماسح الضوئي حبايبنا الطلاب بتتوزع مع جميع الامتحانات اللي فيها أسئلة اختيار من متعدد وأيضا مع امتحانات العربي وإنجليزي ورياضيات لأنه فيها جزء أيضا اختيار من متعدد بالبداية بحكيلي استخدم قلم رصاص ولا تستخدم قلم الحبر إطلاقا على الإطلاق علي الطلاق ما بتستخدمه قلم الحبر استخدم قلم إيش؟ رصاص خلاص بدنا نرد عليه هذا الجزء الأول من التعليمات الآن لأنه أنت بتتعامل مع كمبيوتر أو هاي الورقة اللي بيصلحها كمبيوتر ظلل بشكل غامق الدائرة التي تشير إلى رمز الإجابة الصحيحة يعني على سبيل المثال حبايبنا الطلاب ثوفوا ثوفوا هنا معاي الآن شايفين حبايبي الطلاب هذا الشكل هذا السكشن هذا المقطع من الماسح الضوئي موجود فيه عليه الأسئلة مرقمة بالترتيب هاد واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة إلى آخره بشكل متوافق مع ورقة الأسئلة هو حكالي ظلل بشكل غامق إلى رمز الإجابة الذي يشير إلى الإجابة الصحيحة يعني باجي على سبيل المثال أنا روحت على ورقة الأسئلة حليت السؤال الأول ومتأكد بأنه السؤال الأول جوابه با باجي هون حبايب الطلاب هاي السؤال الأول فيه له أربع خيارات لأنه معروف أنه أسئلة الاختيار من متعدد فيه لها أربع خيارات باجي هون هاي ألف باجي مدال بروح عند با وبظلل با بسم الله بسم الله وبظلل با بشكل غامق بهذا الشكل بظلل بظلل ضمن إطار فرع با بهاي الطريقة بهذا الشكل يا سلام الآن بظلل بهاي الطريقة تمام هيكا تمام بهذا الشكل وحكالي ظلل مش خزق فيه طلاب بتطاوش مع الورقة بمسك قلم الرصاص بظل يظلل لا يخزق الورقة لا بظل أكرر أنا بالتضليل ولكن بكون دقيق أني أنا ما بدي أخزقها للورقة تمام إذن إحنا بدنا نظلل بهاي الطريقة وطبعا هو معطيني نموذج للتضليل حبايبنا الطلاب هون راح نيجي أيضا على يمين الورقة حبايبنا هون مثال يوضح كيفية الإجابة عاصمة الأردن هي مأدبة ولا الصلط ولا عمان ولا الزرقة ولا واشنطن عاصمة الأردن هي عمان مش عمان موجودة فرعجيم طلعوا كيف ضل الفرعجيم بهذا الشكل وبدنا نكون دقيقين حبايبنا الطلاب ثوفوا ثوفوا ركزوا معايا بدنا نكون دقيقين محل ما أنا ضللت أني أحاول قدر الإمكان ما أطلع عن الإطار يعني في طلاب صلاة النبي بعجب بروح حبايبنا الطلاب بتطلعوا طلعوا كيف بيضلل طلعوا طلعوا كيف بيضلل قال بدي يتأكد من إجابته بكونوا هو قاعد بيضلل بيضلل ألف وباو جيم ودال وهاو واو كمان ضلل معاهم وهذا الحكي غلط فلذلك بدنا نكون عارفين إحنا كيف بدنا نضلل باجي لسؤال اثنين سؤال اثنين فرضا إجابته ألف وأنا متأكد أنه إجابته ألف تطلعوا كيف بضلل بهاي الطريقة باجي لسؤال ثلاث إجابته جيم طلعوا كيف بضلل بهاي الطريقة تمام بشكل ناعم ومتكرر مش بشكل عنفواني وكيف حالكم تمام حلو ممتزين جدا النقطة الثالثة حبايبنا الطلاب بيحكيلي استخدم الممحة لتغيير الإجابات التي تريد تغييرها وليكن مسحكها جيدا يعني فيه إجابة على سبيل المثال بدي أغيرها أجيت فرضا على سبيل المثال لسؤال رقم اثنين بدي أغير ألف بعد ما راجعت السؤال اكتشفت أنه جوابها مش ألف جوابها باء أو جيم أو إلى آخره بجيب محاي مش أم الربع ليرة محاي أم الخمس دانانير عشان تكون نظافية زي ما كنا يعني نسمع هاي المصطلحات وإحنا صغار بدي مساحة نظافية مش ملوثة تمام وبصير أمسح بمسح لأنه أنا بكون كاتب برصاص بصير أمسح بايبنا الطلاب بحذر برضو ما بتقاتل مع الورقة ما بعمل حرب ما بعمل حرب بين وبين الورقة ورقة الماسح الضوئي هي مش ضرطي لا هاي ورقة الماسح الضوئي اللي راح تنقل جهدي لمين؟ وزارة التربية والتعليم هاي بالنسبة للنقطة الثالثة الآن النقطة اللي بعديها إذا كان السؤال من نوع الصواب والخطأ من نوع الصواب والخطأ نعم لا أو صح وخطأ فظل للدائرة ذات الرمز ألف للتعبير عن الصواب نعم أو صح والدائرة بالتعبير عن الخطأ لا أو إكس الآن بعض أسئلة الاختيار من متعدد في مختلف الامتحنات حبايبنا الطلاب بيكون هو صح السؤال ضع دائرة ولكن إلو خيارين صح وخطأ يعني هو السؤال صح وخطأ على صيغة الضع دائرة على صيغة الضع دائرة الآن بيكون فرع ألف دائما يشير إلى الإجابة الصحيحة وفرع با يشير إلى الإجابة إيش؟ الخاطئة تمام؟ حتى بامتحنات سابقة وزارية جابوا أكثر من مرة حبايبنا الطلاب إنه السؤال بيكون اختيار من المتعدد ولكن إلو خيارين ألف بيكون صح وباء بيكون خطأ أو ألف بيكون نعم وباء بيكون إيش؟ لا حتى بامتحنات الحسوب السابقة وكوني مدرس حسوب برضو جابوا أسئلة من هاي النوعية ممتاز الآن رقم النموذج يشير إلى رقم نموذج الأسئلة الذي تسلمه الطالب ويظلل كل طالب رقم النموذج الخاص به هاي المعلومة حبايبنا الطلاب هاي المعلومة تتعلق برقم النموذج رقم النموذج إنت ما إلك علاقة فيه بعطيك إيامين مدير القاعة مدير القاعة بيجي بيحكي لك أنت أي نموذج فبتظلل أنت حسب أي نموذج راح يسلمك إياها المراقب تمام حبايبنا الطلاب؟ إذن هاي بالنسبة لرقم النموذج أصلاً الطالب ما بيكون عارف شو النموذج اللي راح يطلع له إلا بس يقعد على مقعده ويبلش على خير بتقديم الامتحان الوزاري الآن حبايبنا الطلاب حكينا عن هذا المثال اللي بيوضح كيفية التضليل للإجابات حلو حكينا عن هاي الطريقة طلعوا حبايبنا الطلاب فيه أن هنا نماذج خاطئة على طريقة التضليل الآن هذا التضليل بهذا الشكل مرفوض يكون عندي خط بهذا الشكل واللي أعمل إكس وألعب إكس أو مرفوض واللي أعمل بهاي طريقة خربوش صغيرة مرفوض يعني لو بدي أجي أنا كطالب بسم الله بسم الله لو بدي أجي أنا كطالب حبايبنا الطلاب ها؟ على نماذج الأسئلة نفسها ها بدي أكمل إجابات والله أجي على بالي سؤال رقم أربعة إجابة دال بدي أضلله بهذا الشكل هذا الحكي غلط على سبيل المثال بدي أضلل بهذا الشكل برضو غلط بدي أضلل بهذا الشكل أعمل إكس برضو غلط التضليل الصحيح والسليم اللي إني أنا أعمل يعني زي ما تحكوا دائرة مغلقة بهذا الشكل ضمن إطار الإجابة تمام؟ كتير كتار كتيرات ممتاز شو هذا البوكس يا أستاذ؟ هذا البوكس اللي بدنا نحط فيه رقم الجلوس معروف أرقام الجلوس اللي توزعت على الطلاب حبيب بن الطلاب تتراوح ما بين تلت خانات إلى أربعة إلى خمس خانات حسب الآن على سبيل المثال طالب رقم الجلوس مثلا 3641 هاي رقم الجلوس لطالب معين أول إشي بحط الرقم هون بالعربي ولا بإنجليزي زي ما بدك حبيبي بالعربي أو بإنجليزي زي ما بدك ويفضل أني أبلش كتابة الرقم من وين؟ من اليمين طيب لا يكفي تفريغ رقم الجلوس في هاي الخانات أيضا لازم هون هلا هذا الرقم واحد بنزل تحت عند واحد بروح بظلل واحد ثوفوا ثوفوا ثفتوا كيف؟ باجي عند مين حبيب بن الطلاب؟ عند أربعة بنزل وين أربعة هاي أربعة يلا بظللها بهذا الشكل باجي هاي ستة بنزل عند ستة بروح بلونها بكحلها بدهنها بفجرها باجي لثلات وين ثلات؟ هاي ثلات يلا بهذا الشكل هيك أنا بكون ضللت رقم الجلوس ولازم أني أنا أضلل رقم الجلوس لازم أفرغ رقم الجلوس أنا بهاي الطريقة وأيضا حتى على مستوى رقم المبحث شو هذا رقم المبحث أستاذ؟ ما إلك دخل فيه بعطيكي يا مدير القاعة رقم المبحث المادة اللي أنت بتقدمها فرضا 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 رقمها مية وخمسة وسبعين الآن هذا الرقم بعطيكي يا مدير القاعة برضو نفس الإشي بتحط الرقم بهاي الطريقة عربي أو إنجليزي بهاي الخنات بهاي المربعات زائد هون بتيجي عند الخمسة بتنزل بتضلل بهاي الطريقة بتيجي حبايبنا الطلاب بعدها عند السبعة بتضلل هون عند السبعة وبتيجي للرقم واحد وما يقابلها هاي الرقم واحد هيك بكون أنا ضللت بالشكل الصحيح رقم المبحث إعيار هذا الحكي حبايبنا الطلاب يمكن الامتحان الأول أكون شوي بشلن متوتر بس بشلن بعدها الامتحانات البقية بنتعود على ورقة الماسح الضوئة منصير إيش وإحنا مغمضين نعبيها تمام طيب البوكس اللي موجود فوق يا أستاذ أحمد هذا شو بدي أعبيه ما هو مكتوب اسم الطالب بحط اسم الطالب الرباعي حسب ما هو موجود في رقم الجلوس ناسي رقم الجلوس بطول الهوية اسم الطالب أحمد عبد الكريم فارس صالح هون اسم المبحث المادة اللي بدي أقدمها علوم الحاسوب تاريخ الأردن زراعة وري حلو نيجي لهون أو هاي رقم الجلوس بروح بكتب رقم الجلوس أكيد نفسه رقم الجلوس اللي احنا كتبناه في خانة إيش رقم الجلوس 3641 راتبك هذا يا أستاذ الله كريم إن شاء الله 3641 عربي أو انجليزي كلاهما صحيح فرع التعليم تخصصك علمي أدبي صناعي اقتصاد منزلي تمام بفرغ التخصص بهاي الخانة الحرفة شو الحرفة الحرفة هاي حبايب من الطلاب تاب على بعض التخصصات يعني على سبيل المثال تخصص اقتصاد منزلي اقتصاد منزلي شايفين علي؟ هذا التخصص فيه له حرفة يعني مسار تخصص تابع لميين للاقتصاد المنزلي على سبيل المثال طالب تخصصه في التوجيه اقتصاد منزلي تجميل فبروح هون بحط اقتصاد منزلي والحرفة بحطها تجميل الحرفة شو بحطها؟ تجميل وهكذا إذن هيك احنا منكون عبين الخانات اللي موجودة فوق معلومات اضافية اخرى وجدا مهمة في تعاملنا مع ورقة الماسح الضوئي اجي على سبيل المثال طالب جدا ذكي احنا مش من مستوى اجي لسؤال رقم سبعة محتار باجابته ما بين الف وجيم بحكي طالما انا محتار بروح بضحك على الوزارة بضلل الف بضلل الف وبضلل جيم هون على السريع برمجت جهاز تصليح الماسح الضوئي بلغي له السؤال بيقفز عنه بعمل له هذا الحكي غلط ما بصير اختار اجابتين هاي النقطة الاولى النقطة الثانية حبايبنا الطلاب وهي ايضا جدا مهمة اجيت لسؤال ثمانية على سبيل المثال شاكك انا بجيم بس مش متأكد شاكك وما بدي اجاوبها الان بدي اكمل حل الاسئلة بعدين ارجع لها اوكي اذا انا شاكك بجيم بس بحط نقطة هيك صغيرة عن جيم بحط اي اشارة او اي علامة انا عن جيم ليش؟ لحتى لما انا اجي بدي اكمل الاسئلة او اكمل تفريغ الاجابات على ورقة الماسح الضوئي اجي اكمل من عند مين؟ من عند تسعة لانه لو اني انا تركت رقم تمانية فاضية بهذا الشكل واجيت على ورقة الاسئلة وجاوبت تسعة واجيت افرغ اجابة تسعة على ورقة الماسح الضوئي ممكن من السرعة اجي افرغها محل تمانية يعني اجابة تسعة احطها وين؟ محل تمانية هون حبايب الطلاب من عند تمانية وانزل كلياتها راح تختلف عندي كلياتها راح تطلع غلط فلذلك بدنا نكون دقيقين بلاش انه يصير في عندي عملية ايش؟ شفت للاجابات يعني صارت تسعة اجابتها موجودة بخانة ثمانية وعشرة اجابتها موجودة بخانة تسعة وحداش اجابتها موجودة بخانة عشرة واجي اكتشف هذا الحكم نهاية الامتحان ومعي دقيقتين هون بصير انا الطم فلذلك حبايب الطلاب بدنا نكون يعني دايرين بالنا على هاي النقطة انه اذا انا اجيت على سؤال ثمانية شاكك بجيم بس مش متأكد منها بحط عندها علامة صغيرة عشان بعديها لما بدي اجي للتسعة اجي افرغ بشوف انا انه عند ثمانية انا حاطت علامة فباجي عن تسعة بفرغ عن تسعة عشرة بفرغ عند عشرة وهكذا حبايبنا الطلاب تمام؟ من هون حبايبنا الطلاب احنا منحكي انه قراءة هاي التعليمات اللي موجودة في اعلى الورقة على اليمين جدا مهمة الطالب بيقرأها اول تاني ثالث امتحان بعدين تلقائي بحفظها وبيكون عارف كيف يتعامل مع ورقة الماسح الضوئي بشكل دقيق هذا سبب انه كثير طلاب حبايبنا لما يطلع من الامتحان بصير يقول انا بجيب بمادة الحاسوب على سبيل المثال مية وخمسة وتسعين ان ماتت مية وتسعين بتكون ماتت وصارت بالبرزخ وجاب مية شو السبب؟ بانه الطالب بيكون دارس متمكن ملم بجميع افكار المادة ولكن ما قدر يتعامل مع ورقة ايش الماسح الضوئي انا كطالب ما بضيع تعبي وجهدي وشقاي خلال مسيرة الثانوية العامة كلها بالكامل عشان ورقة ما عرفتش اني انا اتعامل معاها هيك منكون حبايبنا الطلاب احنا اقدرنا نتعامل مع ورقة الماسح الضوئي بالشكل الصحيح والسليم وحبكم الاستاذ احمد الصالح